هنروح لزمالتنا جاكلين ماهر المتواجدة معانا في إحدى محافظات الشرقية واللي هتكلمنا أكتر عن إحدى أماكن ومحطات معالجة مياه الشرب وصرف الصحي تفضل يا جاكل صباح الخير عليك ينوه وصباح الخير على آية وصباح الخير على ضيفك الكريم ومازال قطار التنمية في محافظة الشرقية مستمر ونتحدث في هذا القطاع عن قطاع معالجة مياه الشرب وبنتحدث عن أكثر من ستمائة ألف مواطن يقتنون في مركز الحسينية بنتحدث عن في معاناة كانت على مدار سنوات سابقة لضعف المياه أتحدث من قرية الظاهرية بمركز الحسينية في محافظة الشرقية ومن داخل محطة معالجة مياه الشرب وهي محطة طارق بينزياد هذه المحطة التي كانت تنتج في السابق حوالي أربعة عشر ألف طاقة يومية من متر مكعب من المياه وكان هذه الكمية غير كافية للسكان ولكن بعد التوسعة وبعد رفع كفاءة هذه المحطة سيزداد حجم الطاقة الإنتاجية إلى أربعة وثلاثين ألف متر مكعب في اليوم هنتحدث عن تفاصيل كثيرة عن مبادرة حياة كريمة خصوصا في قطاع معالجة مياه الشرب مع ضيفية اللذاني سينضمان إلي على الهواء مباشرة نقنها المهندس فتحي بنداري رئيس قطاع المشروعات بشركة المياه والصرفة الصحي والأستاذ أسامة عبدالقادر مسؤول ميداني بالحسينية سنبدأ مباشرة مع المهندس فتحي بنداري اسمح لي يا فندم نتحدث عن هذا المشروع حضراتكم كيف يساهم هذا المشروع في تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب وطبعا زيادة حجمها أهلا وسلم في المحضورتك أولا من الرحب بحضراتكم في مركز الحسينية قارة الزوارية المشروع تمكن للبضل تسادة رئيس الجمهورية بيعالج مشاكل ضعف المياه ومشاكل الصرف الصحي الموجودة في مركز الحسينية وده بيأهل الناس لحياة كريمة فعلا آمنة يعيشوا في معاهم صرف الصحي ومعاهم صمية ويتعالج مشاكل المياه الموجودة عندنا في مركز الحسينية بالكامل احنا نفادي محاليا في محطة طارق ابن زياد بنعمل توسع بطاقة تسامية 17 ألف متر مقعب بنظام الترشيح المباشر لرفق الجودة الألتا فلتريشن وده بيخدم حوالي 70 ألف نسمة في قارة الزوارية في مركز الحسينية يعني تقريبا أنا بعمل دابليكيت للاعتدد السكاني اللي عندي وهي عالج مشاكل ضعف المياه الموجودة في قارة الزوارية ومنطقة بحر البقر 1 و 2 و 3 و 4 ومنشيطة ابو عمر وبالتالي أنا هعالج المشكلة عندك كبيرة جدا منبطل بتقسي الجمهورية بتخدم القرى الأكثر احتياجا أنا حطيت نقطة المشكلة اللي عندي وحددتها وبالتالي هقدر أعالج مشاكل المياه ويحل مشكلة القرية اللي عندي وبتخدم القرى الأخرى تضع ضغوط المياه الموجودة في بحر البقر 1 و 2 و 3 و 4 لقدر نرفع الضغوط ونوصل القرية كلها لكل أهلنا في المنطقة الحسينية المياه والناس بتبقى عايشة في حياة كريمة بشكل محترم وينسب كل مواطن مواصفة تبقى المواطن السادر السكوموري قلية التوسيع فندم داخل هذه المحطة بتكون يزاي؟ احنا حاليا مع شركة كايروماتيك الشركة المنفذة للمشروع تنفيذ لها دنسية لقواطن المسلحة بتاعت إشرافهم واحنا كشركة المياه متابعة وإشراف معاهم مباشر لأن في الآخر المشروع ده بيتعامل صلاح شركة المياه وصلاح المواطن يغضي المواطنيين احنا دلتنا عمالنا عمال التصميمات المتكاملة وحاليا في أعمال الجسات وعمال خزانة الأرضي هنبدأ في النظام ده اللي هيعمل لي نظام ترشيح في أقل جودة يعالج لكل مشاكل ضعف المياه في قرية الزهورية والقرى التابعة لها جزء آخر وجانب آخر من هذه المشروعات القومية اللي بتتم داخل القرى والنجوع المختلفة بالمحافظة هو توفير فرص عمل للعمال والمهندسين كيف ساهم مثل هذا المشروع في توفير الفرص العمل للعمال المختلفة بالضبط يا فاديم زي مزاعدك تفضلت وقلت احنا نمكن هنا عندنا 41 قرية في مركز الحسينية جاري فيهم الأعمال سواء في القطاع المياه والصرف الصحي دفم يخص الصرف الصحي والمياه بالاضافة إلى جميع الطرق المجودة سواء أعمال طرق أعمال صحة أعمال خدمات صحية كل الموجود في المبادرة وبالالتالي ده أنا عندي في كل قرية أنا بأهل الشباب في شركات ترام بعمل شغالة لدي فرص عمل للشباب باخلق الق pesade الجديدة أنا باستيل المشروع دي بعد كده في عندي فرص عمل باعمل شركة فوق الشركة بأعمل الشركة فوق الشركة طاقت الشبائية هتقدر نستقبلها هتعمل الق pesade الشبائية جديدة عالج المشكلة الموجودة عندي في العمالة فطبعا المشروع شاهم بشكل كبير جدا سواء نواحي إدارية أو نواحي فنية نسبة التنفيذ للمحطة يا فندم وصل لغاية فيه وحاليا نجد عملنا التصميمات مع تشارير الشرف على التنفيذ وهنبدأ الأسبوع القدم إن شاء الله بيبدأ أعمال المحطة تبدأ في عمل الشغل بيزناني للمحطة الجديدة أشكرك المهندس فتحي وننتقل الآن مشاهدين الكرام للأستاذ أسامة عبدالقادر مسؤول ميداني بالحسينية يعني حضرتك مسؤول ميداني أستاذ أسامة يعني كيف بترصدون كيف تنفذ على أرض الوقت هو في البداية طبعا كان مركز الحسينية من المراكز اللي بتعاني من مشكلة مياه الشرب على مدار فترات طويلة جدا كانت كل المياة اللي بتوصل للمعظم الأهالي الموجودة في الحسينية كانت مياة مش صالحة للاستخدام يعني أثناء الزيارات الميدانية اللي احنا عملناها كمؤسسة حياة كريمة يعني وبرضو أنا والزملائي يعني فكان طبعا وجدنا إن مجموعة كبيرة جدا من أهالي الكرة يعني بتشتري المياة من السيارات التي تجوى بالشوارع فطبعا كان بتسبب لهم أمراض كتيرة جدا يعني حتى في بعض الكرة تماما كان عندهم خلط ما بين المية الشرب ومية الصرف الصحي وطبعا قطع كبير جدا كان بيعاني من أمراض يعني نتيجة المياه الملوسة فكان طبعا احتاج الملح في المرحلة اللي احنا كنا فيها وقتها كان هي الاهتمام بتطوير أو إنشاء شبكات جديدة من شبكات المياه بالزبط فطبعا الحياة كريمة كمبادرة هتم طبعا زي ما حالك عارفها بالبنية الأساسية على كل القطاعات من حيث إنشاء شبكات صرف الصحي إنشاء شبكات مياه التوسعة اللي احنا فيها النهاردة موجودين فيها إحدى المشاريع المندرجة في المبادرة طبعا زي ما سأكتفضلت وقلت كانت التقل إنتاجية لها 14 ألف متر مكعب يوميا النهاردة التقل إنتاجية لها هتوصل إن شاء الله 20 ألف متر مكعب فطبعا ده يعني حيثان بحل بشبكة الكبير جدا في حل المشكلة اللي اترصدت في نفس الوقت برضو القارية زي قارة الزوهرية دي اللي هتوابع التوابع هيوصلها برضو مياه بالطبيعية يعني فدي كانت المشكلة السياة والحمد لله بدأ فيه بقى فيه خطوات سريعة زي ما حرك شايفة يعني على الأرض إن هي تبدأ في طريقة للحل يعني طبعا اللي أنا عايز أتكلم فيه برضو إن على نطاق مركز الحسينية طبعا هو المركز الوحيد حاليا في المرحلة الأولى من المبادرة مندرج في حياة كريمة تقريبا كل الوحدات المحلية حاليا بيتم فيها برضو يعني توسعة وتطوير محطات المياه الموجودة فيها بالإضافة طبعا لمحطات شبكات الصرف الصحي فده اللي هو اللي احنا رصدناه على مدار فترة الفتت وده اللي تم أنا بشكر حضرتك الأستاذ أسامة عبدالقدر مسؤول ميداني بالحسينية في محافظات الشرقية يعني هذه نبزة سريعة نهى عن المشروعات اللي بتتم خصوصا في معالجة المياه وتوفير مياه الشرب لسكان أهالي القرى والنجوع بمحافظات الشرقية من خلال متابعة ميدانية من شباب ميداني وأيضا من خلال المهندسين الذين يشرفون على هذا المشروع توسعة هذا المشروع مشروع محطة معالجة مياه الشرب لأن تقدر النسبة التي ستنتج طاقة الاستعابية للمياه حوالي أقصر من 34 متر مكعب في اليوم الواحد وهذه نسبة مضاعفة عن ما سبق في الماضي ستحل هذه المشروعات التنموية احتياجات المواطن المصر خصوصا أهالي محافظة الشرقية من احتياجاتهم في المياه ربما هذا القطاع هو برضو من القطاعات الهمة التي دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة لتلبية احتياجات المواطنين شكرا لك زملتنا جاكلين ماهر وشكرا لزيوفك الكرام ترجمة نانسي قنقر